يأهلا بحضراتكم مرة أخرى حلقة جديدة من رقم 10 عادة أحب أتكلم عن الفريق الفائز قبل الفريق المهزوم وبالتالي أتحدث الآن عن طلاق الجيش طلاق الجيش النهاردة عمل مباراة دفاعية كبيرة جدا أمام نادي الزمالك كعادة كابتن طريق العشري ملك الدفاع المنظم في الدوري المصري لما بقول ملك الدفاع المنظم فما فيش مدر في الدوري المصري يقدر يعمل الطريقة الدفاعية المحكمة اللي بيعملها طريق العشري قدام أي فريق من وقت ما كانت في حرص الحدود مبارا بأي فريق يدربه طريق العشري أنا بتاع الدفاع أنا بتاع الدفاع ما حدش يعرف يخترج دفاعي دي بسهولة صعب جدا تدخل هدف في الكابتن طريق العشري زي ما صعب جدا أي فريق يدربه طريق العشري يجيب أكتر من هدف نادرا يعني عشان كده هتلاقي نتائج طلاق الجيش في الدوري سنة تقريبا 6 مباراة فوز بهدف دون أرد فطلاق الجيش النهاردة عمل مباراة دفاعية كبيرة جدا ولما بقول دفاعية كبيرة جدا فعلامة امتياز لفريق طلاق الجيش ولعيب طلاق الجيش والمدرب كابتن طارق العشري هتقول لي الأداء ممل الأداء مفهوش كرة حلوة مفهوش كرة ممتعة أداء طلاق الجيش هقول لك سيميوني مع عتلتك ومدريد عمل أسطورتو كبيرة طبعا مع الفارق يعني عمل أسطورتو كبيرة في أوروبا كلها مش في أسبانيا بس بطريقة دفاعية مملة مورينيو عمل أسطورتو بطريقة دفاعية مملة كتير من مداربين العالم بيلعبوا دفاع كل مداربين إيطاليا بيلعبوا بطريقة دفاعية فالطريقة الدفاعية دي مش طريقة سهلة مش إنك ترصص لعيبة وخلاص بالمناسبة فكرة إنه حتى لما كان بالناس بتهزر عالميا يعني على المداربين الكبارين لأنا ذكرت أسمعهم دول يقول لك عمل الأوتوبيس عمل الباص قدام الحرس المرمى وقفل الدنيا وقفل الدفاع ده شغل تكتيك صعب جدا إنك إزاي ترحل اللاعبين كلهم كمجموعة يدفعوا من ناحية الليمين كمجموعة يدفعوا ناحية الشمال إزاي في الكرات العرضية يبقى فيها عندك أكتر من عنصر جوا منطقة الجزاء إزاي في الارتتالي تبقى عندك لعيبة تقدر تضغط من ربعك الأول أو من التلت الأول في دفاعك في تفاصيل تكتيكية وفنية كثيرة وكبيرة هنتكلم فيها مع ضيوفنا النهاردة عشان كده طلاق الجيش النهاردة نجاح نجاح باهر أمام نادي الزمالك طيب نجاح نجاح باهر ليه أمام نادي الزمالك عشان حكيت للأول تقدي كلها من ناحية نادي طلاق الجيش من ناحية الزمالك كان للمباراة الزمالك على التوالي سيء فريق نادي الزمالك للمباراة الزمالك على التوالي سيء لما بقول سيء بقول سيء ليه سيء على حجم الفرص المصنوعة قليلة على حجم الفرص المحققة قليلة ما كبع المباراة دي ومباراة امبي فرص قليلة يعني ما تقدرش تقول إنه الزمالك خسر النهاردة لسوق حظه ما قدرش أقول إن الزمالك خسر مباراة امبي لسوق حظه يعني حتى ما تقدرش تدي المباراة للعبي وجهاز نادي الزمالك بسوق الحظ أو مثلا بخطأ تحكيمي فادح خلى الزمالك يخسر مثلا في المباراتين ده ما حصلش وبالتالي الزمالك النهاردة كان سيء زي المباراة الماضية بس المباراة الماضية تحدثنا عن أو شخصيا يعني تحدثت إنه المسؤولية كانت كاملة عند اللاعبين لعبي نادي الزمالك كانوا في مستوى غير جيد كانوا في مستوى متراجع كل اللاعبين حتى زيزو بنشرق في مباراة امبي كانوا مش جيدين ترجمة نانسي قنقر